استشهد مدني وأصيب آخر إثر انفجار لغم زراعة ميليشة الحوث الأرهابية في محافظة الضالع وقالت مصادر محلية إن لغما أرضيا انفجر بشابين من المهاجرين الأثيوبيين أسرع عن مقتل أحدهما وجرح الآخر أثناء مرورهما في طريق المصفرة بقرية محقن الواقع جنوب مدرية ديمت وفقا للمصادر فإن لغما أودى بحياة شاب وإصابة آخر بإصابة خطيرة حيث قام الأهالي بنقله إلى أحد المصوصفات في مدينة ديمت لتلقي العلاج وزرعت ميليشات الحوث الأرهابية مناطق واسعة بالألغام العبوات الناسفة ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات أغلبهم أطفال ونساء